لما عرف العارفون عظمة الجلال لله خضعوا ولما سمع المذنبون بعظمة عفوه طمعوا ما ثم إلا عفو الله أو النار لولا طمع المذنبين في العفو تحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعفو أن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني تحياتي للجميع مرحبا بكم في سلسلة مرحب شهر الصوم مرحبا ومع الحلقة رقم 31 بعنوان ما هي أفضل الأعمال في ليلة القدر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا في هذه الحلقة ماذا قال العلماء في ليلة القدر ما أفضل الدعاء في ليلة القدر أقوال وأفعال وأدعيت العارفون بالله في ليلة القدر تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا ماذا قال العلماء عن ليلة القدر قال سفيان الثوري الدعاء في ليلة القدر أحب إلي من الصلاة قال وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق انتهى كلامه ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء وإن قرأ ودعا كان حسنا قال الشفعي في المذهب القديم أستحب أن يكون اكتهاده في نهارها كاكتهاده في ليلها وهذا يقتضي استحباب الإكتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره والله أعلم والخلاصة في أعمال ليلة القدر هو أفضل ما يمكن فعله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها وقد قال الشعبي في ليلة القدر ليلها كنهارها ثانيا ما أفضل أنواع الدعاء في ليلة الرجاء ليلة القدر قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني العفو من أسماء الله تعالى وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآخرها عنهم وهو يحب العفو يحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم على بعض فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه أحب إلى الله من عقوبته سبحانه وتعالى ومن أدعية النبي في هذه الليلة كان صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سختك وعفوك من عقوبتك قال يحيى بن معاذ لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبائه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو فإنه سبحانه وتعالى يحب العفو قال بعض السلف لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه فرأى قائلا يقول له في منامه إنك تريد ما لا يكون إن الله يحب أن يعفو ويغفر وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه ولا يدل عليه أحد منهم بعمل وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة مدمن خمر وعاقا ومشاحا وقاطع رحم ثالثا أقوال وأفعال وأدعيت بعض العارفون بالله في ليلة القدر كان بعض المتقدمين يقول في دعائه اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة وإنها صغيرة في جنب عفوك فعفو عني وقال آخر منهم جرمي عظيم وعفوك كبير فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر رقم اثنين إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاكتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يكتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر قال يحيى بن معاز ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو من الذنب رقم الثلاثة كان مطرف يقول في دعائه اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعفو عنا من عظم ذنوبه في نفسه لم يطنع في الرضا وكانت غاية أمله أن يطنع في العفو ومن كملت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأصرفا وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا يا رب فاعفو عافه فلأنت أولى من عفا رقم أربعة المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدى لانتظار ليالي العشر في كل عام إذا ظهروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم قدمزق الحب قميص الصبر وقد غدوت حائرا في أمري راه على تلك الليالي العشر ما كنا إلا كليالي القدر إن عدنا لي من بعد هذا الهجر وفيت لله لكل نذري وقام بالحمد خطيب شكري رقم خمسة رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين ثم تعود برد الجواب بلا كتاب أعلم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى جهل العذول بأنني في حبهم صهر الدجا عندي ألذ من الكرى فإذا ورد بريد برد الصحر يحمل ملطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه نسيم صبى نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطوي الحديث عن الرجبي ولا تضع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي يا يعقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل لو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرا ولوجدت ما كنت تفقده فقيرا كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تقلبه رب فأردده علي فقد يميل صبري في تطلبه وأغثني ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا لبرز لهم التوقيع عليها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قدم السنة الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي فقد أتى المسكين مستطيرا جودك فارحم ذله وعطفي أوف كيلي وتصدق علي هذا المقل البائس الأضعف إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة إلى أن ألقاكم في الحلقة التالية لكم خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر وبركاته